قال البيت الابيض ان ميليشيات الحوثية الانقلابية فشلت اتفاق يسمح لفريق تابع للامم المتحدة من الوصول الى خزان النفط صافر العائم قبال السواحل الحديدة واكدت السفارة الامريكية في اليمن في تغريدات لها نقلا عن البيت الابيض ان استمرار ميليشيات الحوثي في عرقلة وتأخير فريق الامم المتحدة ينذر بكارثة بيئية وانسانية تهدد اليمن والمنطقة ويجب على الحوثيين السماح لفريق الامم المتحدة لاجراء المعالجات اللازمة للخزان وابدت عدة دول مخاوفها من احتمالية انهيار او تسرب قرابة مليون برميل نفط من خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة وهو ما يهدد بكارثة بيئية مدمرة في البحر الاحمر قد يصعب احتواءها لسنوات طويلة